في في يعني اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن اه متكاملة. اه عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف في تناسلات كتير من الحبيب. في عرض ممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي اه بناتكم هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيصير في توازن. من بعد من ظلمك في نيزان. في اكثر من نيزان في عندك ثلاثة. في عندك ثلاثة ورق فيهم كارما. في اه مية بالمية رح يوصلك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الجوزاء العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواجا شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله واموره. اه عم بشوف اه كتير اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقية بالعمل اه في رح تاخد حقاتي سكان اللي عميحتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث. اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جوزاءك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل يكشي بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او اه شريكك. اه عم بيرائبك كتير. عم بيفكر فيك طول الوقت. اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل اه شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق. يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي. وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنطبط مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاس كبير جدا 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 من الحب. فيه مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي فيه في تطور والهاند اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جانبه كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية فيه فيه حركة وفيه كتير. هاي الفترة شايفي انه الشريك كتير مقبل اه عليك وراح يعني يقدم اه شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الرأس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه انت في عندك ويوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورقة للزوزاء يعني يمكن يكون اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه في اه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كله ورق حلو الحمد لله للزوزاء. خلينا نشوف عقلك في باطن يا زوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم. على شو عم بتركز اكتر شي. اه. في عندك اه انتصار كبير. اه شايته اكتر من ناحية عاطفية. اه او حتى من ناحية عمل. في مشروع كان جامد. في مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشايته في شجرة عيلة في تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني في شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتوا بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بسائر ممكن تكون. بس اكتر ايش تحزيرات هدا الورق الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? هنا طلع مقلوب اه عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير. يعني تحزير يمكن انه لا ما تعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بصهم وانا هادا اذكرت. هادا الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بعضونا اشياء ايزابية. دائما يعني بس الاغلب. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة اه وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فا اه اطلب واتمنى زي ما بيقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمع النصائح. نلقي نجلش. بقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من اه من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم اه حتى روحاني او للناس اللي حواليك. اه ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني ضعي ساخلك. نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والكزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لا. رجع حالك لاجوزاء الاديم. لا انت اه شخصك الاديم. لا اه شخصيتك الاديمة هي الصح. بيقول لك ما تتغير ما تخليك قفل من جواتك انت اساسها مقفل. اه فبس عم بيقول لك انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اه بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحسسات اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك اه من حولك. فاحباي بيقول تزلوزا بشوفكم موسيقى اشتركوا في القناة